ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله تعرف عدد من المراقص والعلب الليلية المنتشرة في كبراية المدن المغربية ظهورا ملفت لراقصات روسيات وأوكرانيات والبولونيات منهن المحترفات والمبتدئات يقدمن عروض رقص وغناء بكل أنواعه بالإضافة لخدمات جنسية وفق الطلب ولجأت عدد من الملاهي الليلية في الضار البيضاء وتحديدا الموجودة بعين الدياب مثلا إلى استقدام فتيات روسيات شقروات للرقص والغناء وهو ما جلب لأعدادا كبيرة من الزبناء مصادر تنقل أن مدن أخرى مثل أقادير ومراكش والرباط وطنجة باتت تشهد نفس الظاهرة التي تتنامى يوما بعد يوم وذلك لجلب عدد أكبر من الزبناء المتعطشين للصهار والرقص مع الروسيات وبالإضافة للملاهي الليلية فإن فنادق مؤسسات سياحية عمدت بدورها إلى جلب فتيات روسيات وبولونيات وأوكرانيات لتقديم عروضها ورقصتها بمواقع التنشيط بالفنادق على إقاع الفنون الشعبي المغربية وتريد نفس المصادر أن روسيات وأوكرانيات وبولونيات من الفئات الاجتماعية الفقيرة استغلت التنقل الجو الحر بين المغرب وهذه الدول للإقبال على الملاهي الليلية وزبنائها وهو ما يدر عليهم أموال طائلة وتدفق العشرات من هؤلاء الفتيات المتحدرات من أسر فقيرة على المدن السياحية المغربية المعروفة تحت غطاء السياحة وعرض خدمات الرقص لعرض خدماتهن الجنسية لنوع خاص من الزبناء الذين جلبهم جمال الروسيات وقوامهن وجاهزيتهن لممارسة الجنس خارج أوقات الرقص وفي ذات الصياق فككت المصالح الأمنية الإسبانية في مدينة مليلية المحتلة مؤخرا شبكة دولية للضعارة الروسية والأوكرانيات وكشفت التحقيقات عن وجود وسط أمغرب متخصصين في استقطاب ممتهنات الضعارة الأجنبيات إلى كبرهات مدينتي أموراكش وأقادير وراء الشبكة التي وصفتها التحريات التي أجرت الشرطة الإسبانية بالتغري المحتلة بشبكة الضعارة العابرة للقارات كما أظهرت ذات التحريات أيضا أنها ظلت تستقطب روسيات وأوكرانيات ليشتغلنا في ملاهي مشهورة وتحيل بعضهن إلى وسط مغاربة في مدن سياحية للعمل إما رقصات أو في ممارسة الضعارة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي شكرا للمشاهدة